نفذ العشرات من طلبة جامعات وذويهم وقفة أمام مجلس النواب للمطالبة بشمولهم في المنح والقروض الجامعية من خلال صندوق دعم الطالب معتبرين استثناءهم تهديداً لمستقبلهم الدراسي الطلبة دعوا إلى تأجيل سداد قروضهم لحين التحاقهم بعمل يعيلهم على دفع أقصاط شهرية يذكر أن لجنة التعليم والشباب النيابية قد رفعت قبل أيام توصية للحكومة بشمول جميع الطلبة المتقدمين للحصول على المنح والقروض في ظل ظروف الاقتصادية الرهنة هذا وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد رشحت 57747 طالباً وطالبة للاستفادة من المنح والقروض من بين 81378 تقدموا بطلبات صحيحة فيما زاد عدد المتقدمين باعتراضات عن 28 ألف متقدم يشار إلى أن المرشحين للاستفادة من المنح والقروض يشكلون نحو 71% من إجمالي المتقدمين مطلبين رئيسيات وأساسيات المطلب الأول وهو الأهم شمول كافة الطلبة الذين تقدموا لمنح وقروض التعليم العالي بسواء منحة أو قرد وهؤلاء الطلبة يقدر عددهم بـ 24 ألف طالب والمطلب الثاني أيضاً عدم مطالبة الطلب الخريجين أو الطلب الحاليين الذين حصلوا على قروض عدم مطالبتهم بتزديد هذه القروض إلا بعد حصولهم على وظيفة إحنا اليوم مطالبنا بشمول جميع الطلاب في المملكة بالمنح والقروض لأنه تم حرمان 24 ألف طالب من حقهم في الدراسة وعدم تخريجهم وقعدتهم بالبيت رح تكون لأنه إذا ما تم شمل 24 ألف طالب هذول رح يصفوا بالشارع أو في البيت يعني في لواء ماركة تقريب 450 نقطة وما تم شملي وأنا معي أخوي في الجامعة كمان فإحنا صفنا هيك الاثنين بدون الدراسة هاي الطلاب إذا ما سجلت هاي الفصل رح ما تسجل لا الفصل الثاني ولا الصيفي ولا الأول رح يتأخر تخريجهم سنة إذا مش أكثر رح يأخر فرحة تخريجهم فرحة أهاليهم فرحة تخرجهم والأهالي صلهم أكثر من أسبوعين قاعدين في حالة توتر وإحباط لا عارفين شو يعملوا ولا عارفين يأمنوا القصة الجامعي مطالبتنا في مجلس النواب إن شاء الله رح تكون اللي هو شمول الجميع أبنائنا الطلبة في المنح والقروض اللي زي ما كانت مكرمة جلال سيدنا في العام الماضي إنه شمل جميع الطلبة بالمنح والقروض وبصراحة هو تبنى مجلس النواب مذكرة بهذا الخصوص وطالبوا شمول الجميع اشتركوا في القناة